الإسرائيلي لو كان يستطيع أن يشن حرب على المقاومة في لبنان أو على لبنان لفعل دون إذن أحد نوع الأسلحة اللي ممكن يستخدمها الحزب وعددها وكميتها ممكن يشل سلاح الجو الإسرائيلي في ناس مستسهلة فكرة أنك تقتل كلبناني وبيش ما تفك أكثر من 24 ألف شهيد ولكن هلا هذه القوة هذا جيش قاتل ولم يقاتل عندما قاتل قتل ما في تبادل أسرى إلا مرهون بوقف اطلاق النار حدا مصدق أنه واحدة من أفقر دول العالم اسم اليمن عم بتحط راسها برأس أكبر وأقوى دولة بالعالم هي أمريكا نعم 53% من المسيحيين من الشارع المسيحي يؤيد حماس لأنه أنا ما مصدق أنه هذا المسيحي ابن سيد المسيح هو رمز للطبحية والمعاناة هي مكان ولانة سيد المسيح أنه يكون في حدا باع شوية متعاطف مع الإسرائيلي ضد الفلسطيني أكاتب السياسة حسن الدرق أهلا وسهلا فيك عبر لبنان أهلا وسهلا صدر مبارح تقرير عن يديعوت أحرانوب بيقول أنه كل الدلائل تشير إلى أن صبر إسرائيل بدأ ينفذ حول العمسير بالجنوب ما رأيك هل يشن نتنياع الحرب الشاملة على لبنان يعني أمتى إسرائيل كانت تصبر مئة يوم على أي أحد أمتى إسرائيل كانت بحاجة إلى ذريعة حتى تشن الحرب وأمتى كانت بحاجة إلى كل هذا التمهيد لو كانت تستطيع لفعلت نتنياهو وهذه الحكومة وهذا الجيش الإسرائيلي بعد أكثر من مئة يوم بغزة هذا الإحباط وهذا الانكسار وهذا الانهزام العسكري برجعبول للجيش الإسرائيلي بيعرف جيدا أنه لا يمكن قياس قدرات المقاومة في لبنان بقدرات المقاومة في غزة وبالتالي هو لا يستطيع أن يشن حرب بدون ضوء أخضر أمريكي وبدون دعم مباشر أمريكي وهذا الدول الأخضر والدعم المباشر غير موجود وغير متاح والأمريكي من اليوم الأول لا يريد توسعة هذه الحرب باتجاه لبنان لأسباب لا مش وقت شرحا شرحت كثير أهم ما بدو يوسع أقليميا لأنه ما بدو يغطس مثل مغاطس الروسي بأوكرانيا وهذا بيأثر على إذا بدك مصالحه بالعالم كله وبيأثر أيضا على إعادة سيارة العالم الأمريكي معني فيها بيعتبر أنه في حدا جاي يأخذ محله أو جاي يأخذ من حصته فالإسرائيلي لو كان يستطيع أن يشن حرب على المقاومة في لبنان أو على لبنان لفعل دون إذن أحد لأنه لا يستطيع لوحده طلب يطلب ويحاول أن يستدرج الأمريكي الأمريكي لا يريد هذا بالدرجة الأولى أو مش بالدرجة الأولى أحد الأسباب سبب الآخر ما فعله بغزة المجازر وجرائم الحرب وكسروا لكل القواعد وكل الخطوط الحمراء من ضرب مستشفيات ومراكز إيواء ومدارس وكنائس ومساجد إذا بد يعملهم في لبنان كمان لسببين ما في يعملهم السبب الأول أنه حزب الله المقاومة في لبنان تقدر تعمل معهم متل ما بيقدر يعمل معنا متل ما بيقدر يعمل معنا تقدر توصل لكل النقاط في فلسطين المحتلة وبيقدر كيف شافوا العالم مشهد 11 سبتمبر سقوط البرجهية التجارة بيتحمل الإسرائيل يشوف هك مشاهد بيت الأقبيب أنه بنايات وأبراج تسقط قدامهم المقاومة في لبنان تقدر تعمل هيك هذا سبب أساسب والسبب الثاني كمان اللي عم بيصير بلاهاي منه تفصيل أن تذهب الكيان الصهيوني هذا العلاق هيمي زرقا كان كل الوقت من 75 سنة المحمي غربيا وأمريكيا واحدا بيسترجيق له شو عم تعمل في حدا أخذوا على المحكمة وعم بيحاكموا قدام العالم كله واليوم إحدى الدول الأوروبية سلوفاكيا بيعتقد خلينا تذكر تتأكد من الاسم راح تنضم لجنوب أفريقيا بالمشاركة بالدعوة ضد إسرائيل فهذا المشهد بخلي الحرب المفتوحة الشاملة برأيه بعيدة لهذه الأسباب وأكتر من هك أيضا أسباب أخرى ولكن هذي أهمهم بالنسبة لنتنياهو الأولوية هي أنه سلوفينيا الدولة بالنسبة لنتنياهو أنه تكون أمريكا معه ولا يهرب من الورطة القضائية اللي هو الأولوية فيها نتنياهو واحد من الأمور اللي بدوا إياها عم يدور على مكان يعني السبب اللي يخلي هذه الحرب مفتوحة طيب شو يعني مرحلة ثالثة ما شفنا الجيش الإسرائيلي صحب فرقة من غزة واليوم كل التقارير ما شايفين أيضا ما الإسرائيلي واحدة من النكسات اللي عم بيكلات مبارح بشمال غزة بيطلع خمسين صاروخ على إحدى المستوطنات اللي كان نتنياهو فيها عم يطمن المستوطنين طلعت من شمال غزة ما فيه فضائح للجيش الإسرائيلي المقاومة الفلسطينية عم تعمل أسطورة اللي عم بيصير شي غير متوقع وغير محسوب يعني وفوق كل التصورات العسكرية ما كان حدا متوقع أنه هذه المقاومة تستطيع أن تصمد هذه المدة وشو عم يقول الإسرائيلي اليوم مبارح من كم يوم حلا للأسف هو اسمه إرسلان عليان هو أصله لبناني كان قائد لواء جولاني التقى مع رئيس المخابرات المصري وطلب منه بيصموه محور في لدلفيا الفكرة بيقولها الإسرائيلي عم بيقول أنه لا يستحيل أنه حماس تقاتل مئة يوم بدون إمداد فعم يدعي أنه في خط إمداد من سيناء إلى غزة بيقول بيجوا من أريتريا والصومال إيران أريتريا والصومال بينزلوا على سواحل قرب مصر ويتفوطوا بالأنفاق لكن هي نظرية مطروحة لأن البعض عم بقولوا أنه غزة سقطت شو سقطت يعني؟ عم بل المقاومة الفلسطينية ما بقى قادرة تتحمل الضغط عليها بكل هذه المعطيات اللي كلنا عم نشوفها قدامنا القصف الصوير مداما مستمرا مازال مستمر من شمال غزة بعدنا عم نشوف هذه الفيديوهات والأفلام اللي عم تعرضها حماس لقصف الدبابات والاشتباك المباشر من مسافة سفر والالتحام مع القوات الإسرائيلية بكل الأذقة والبيوت ولما عم تحكي عن لحكي عن بعض الأرقام اللي ذكرى الصغير حسن النصر اللي موجودة بالإعلام الإسرائيلي شوان 30 ألف معوق اللي معتشون فيه هلأ 4 ألف معوق هذا الكلام الإسرائيلي خلان نخذ الإعلام الإسرائيلي شو عم بيقول إسرائيل تعيش نكسة حقيقية نص الشاب الإسرائيلي بحاجة إعلاج نفسه هاي كلاما وهلأ بد يقول بعض المعطيات بس نجي على لبنان كمان والمقارنة خلان نشوف الإسرائيلي شو عم بيقول وبعض اللبنانيين شو عم بيقولوا واحد منهم مثلا قصف القاعدة الجوية بميرون وسألت حضرتك قبل شوية أو بدك تسألك نحن نحكي عن الرد الحزب على الإغتيالات هل هو رد متناسب متماثل صحيح لأنه يقال بعض العالم أنه ليش مش عم بيطبي مثلا معادلة القيادة مقابل القيادة قبل ما نجرب نكمل بوضوع غزة الإسرائيلي عم بيقول لو أنه ناجح وقدر يحقق هذا الإنجاز وأن شفت التقرير بيعدعات أحرانات مبارح عن الأنفاق عم بيقولوا كانت 600% فوق توقعاتنا استغربية من المواد اللي تستخدم كمان نيويورك تايمز بتقول بنفسها يعني عن مسؤولين إسرائيليين وأمريكيين عم بيحكوا عن 700 ألف كيلومتر أو 700 كيلومتر الأنفاق بغزة عم بيحكوا عن 5700 فتحة نفاق بتوصل لنفاق رئيسي غير معلومة شبكة متكاملة شبكة هن بيقولوا فاقت كل التصورات فاقت كل التوقعات بحجمة بالتقنية المحفورة فيها بالآلات لحفرد وأيضا بالتجهيز وبالامتداد وبالعمق فهذه الحقيقة لماثلة قدام العالم غزة صح دمرت كبنة تحتية صح قتلت فيها معالم الحياة صح قتل فيها لحد هلأ المعروفين بالأسماء أكثر من 24 ألف شهيد ولكن هلأ هذه القوة هذا جيش قاتل ولم يقاتل عندما قاتل قتل عندما قاتل انسحب وعندما قاتل أذل ولكن مع كل هذا الدعم ومع كل هذا غض النظر والطرف العالمي والعربي والإسلامي واللي بدك إياه نعم نفذ مجزرة وغير مسبوقة بالتاريخ إذا هذا انتصار خلي بكرة التاريخ يحكم وخلي النتائج أيضا تحكم فإذا الإسرائيلي سألتني نتنياهو لا يريد إغلاق هذه الحب هو أصلا ما أعلن رسميا اللي هلأ بدء المرحلة الثالثة اللي هي بتعني انسحاب من الأحياء والمباني والتمركز بخط سنار إذا بدك أو حزام أمني مثل ما يسموه حتى يبعد عن الضربات ويخلي الحرب مفتوحة لأنه ما بقدر جئوا للإسرائيليين إنه أنا وقفت الحرب وقفت الحرب يعني وين الأسرة اللي وعدت نتحررهم وقفت الحرب وين السنوار ومحمد الضيف وقفت الحرب وين حماس ما هيرجعوا حماس هلأ على الأحياء الصدم التاني اللي رح يقلوها الإسرائيليين والعالم كيف بأيام التبادل كان يطلعوا حركة حماس والجهاد بكامل عتادهم مرتبين منظمين يسلموا الأسرة بكل رقي واحترام هلأ بس نسحب إسرائيلي من الأحياء سترجع حماس والجهاد أيضا ينظموا أمور الناس وكان وعد الإسرائيلي إنه أهدف والقضاء على حركة حماس ولكن من حيرجع يعيد أمار غزة واحدة من الأسرة يعني بالآخر هذه الحرب نهاية هذه الحرب وإلى شروط وأثمان شوف لي بكل العروض اللي عم تتقدم حتى بلينكن لما عم بيقول عم بيحكي عن إعارة الأعمار صحيح ما حدا بالآخر هاوذي الناس الذين قتلوا وهدمت بيوتهم وأرزاقهم خربة ومساجدهم وكانائسهم ومدارسهم واللي بدك إياه هذا العالم يتحمل هذه المسؤولية بالآخر هذا العالم سيعد إعمار هذه المدينة هاوذي ناس هاوذي بشر هاوذي مدنيين هاوذي أبرياء مين بيقدر يتحمل أو يعني هذه المسؤولية فشوف كل العروض التفاوض لما تيجي على وقف يعني لما يحكوا عن وقف إطلاق النار عن عودة الحياة إلى غزة كله بيحكي عن إعارة الأعمار هن هؤلاء الذين تكلفوا بهذه الحرب الذين دعموا إسرائيل إلى هذا الحرب هن مسؤولين يعمروا إعارة أعمار غزة هل أماركي حيرجع يصفر هو حلفاء ما هو بلينكين أقل بيضغط على الحلفاء العرب لإعارة إعارة أعمار غزة هو أقل مش أنا نقل عنه يعني بأكسر طيب هل عم يرجع نحكي عن صفقة تبادل وفي مفاوضات ومباحثات بالموضوع ولكن هادا الصفقة كيف حترجع التام هل حترجع التام بشروط أقوى من اللي صارت بالعملية السابقة تتذكر العرض المصري من شي كم أسبوع ها عرض إسرائيلي كان عبر مصر مش مقصود الإساءة لمصر بس أنه إسرائيل كانت هي التي دفعت بهذا العرض وكانت تريد هذا العرض الذي رفضته حماس والجهاد يعني اجتمعوا ومراحوا ممثل عن حماس ومثل عن جهاد إلى مصر ورفضوا هذا العرض لأنه هذا العرض لا يتضمن وقف إطلاق النار ولا يتضمن مقابل الكل من بعد الهدنة ليش حماس ابنه بالهدنة والجهاد يعني المقاومة وراء ابنه بالهدنة على أساس أنه هذه الهدنة تفتح الطريق لحل نهائي وشامل وقف إطلاق النار إجوا الإسرائيلي أخذوا هؤلاء المدنيين نحن بصموهم مدنيين بعد أربعة أيام رجعوا فتحوا النار ورجعوا فتحوا النار بهذه الطريقة أكثر إجرامة فشو بيعملوا هلأ كمان بيعطوهم الأسرة اللي عندهم بيعطوهم فرد مرة كل نهائياً لا لأن رأيي وهذا المعلن من حركة حماس ما في تبادل أسرة إلا مرهون بوقف إطلاق النار ولو كان على مراحل وتحرير جميع الأسرة الفلسطينيين من السجون الإسرائيلية أو إذا بعد في بعض الحالات هنا الإسرائيليين بيسموهن ببرب لعمر ونساء وإلى آخره بيلاقونوا نصيغة ها موضوع آخر ولكن أن تسلم المقاومة في غزة كل الأسرة لن يتم ذلك إلا بوقف إطلاق نار وتسلم الأسرة الفلسطينية بس شو الضامن إنما ترجع تفتح النار إسرائيل بعد شو من بعد ما تاخد الأسرة برجع أقول ما هذا بالآخر في الدول في دول العربية وفي الأمريكيين والأوروبيين هذا السؤال نحنا دائما نقول من بيضمن إسرائيل محنا بيضمن إسرائيل ولكن هي بتحمل بعد هذه الحرب يعني إلا مصلحة بيكتكملة هذه الحرب ما عم نشوف خلنا نرجع على لبنان حول ردود حزب الله على اختيات اللي عم بتصير من ضربة بتيحون للشيخ صالح العروري وصولا للشهيد وصام الطويل يعني عم يكون على عم يكون على صعيد قواعد أساسية للعدود ولكن ليش مش عم يطبق معادلة القيادة مقابل القيادة شو القيادي بالجيش مثل الجيش الإسرائيلي هذي واحد يعني بالأول الجيوش التقليدية الكلاسيكية يعني عندها قيادات مرمزة مثل المقاومات المقاومات الشخص بطبيعة الحركات الجهادية وخصوصا الإسلامية والشرقية إذا بدك الشخص له اعتبار معنى ومختلف تماما يعني من يقابل الشهيد وصام الطويل مثلا بالكياد أو من يقابل الشهيد العروري بالكياد يعني هذي المسألة قياسة بهذه الطريقة بالفقه بيقولوا قياس مع الفارق ما بتزبط أو بالفلسفة هه واحد اثنين خلينا نشوف الرد اللي عمله حزب الله اللي هو رد استراتيجي ليش عم يرد الحزب يعني أو شو أهدافه من الردود أنا قلت حرج عيد الرد الحزب رح يكون بين حدين حد لجم الإسرائيلي ومنعه من تكرار هذه العملية والحد الثاني منع يعني ما عدم إعطاء الإسرائيلي الذريعة ليشن حرب كبيرة على لبناء حرب مفتوحة يعطيه هو الحجة والسبب لنتنياهو اللي عم يدور عليها دواره طيب نجي على قاعدة ميرون لما قصفت قاعدة ميرون شفنا بلبنان ما شاء الله كلهم بصيروا محللين عسكريين واستراتيجيين بصيروا يعملوا قراءة للرد وبيطلع الرد ضعيف ورد هزيل طيب بمركز ألمة للدراسات من أهم المراكز الإسرائيلية أحد أهم الضباط اسمه يائير راماتي هو كان ضابط مسؤول عن تطوير السلاح المنظمة الدفاع السالوخ الإسرائيلي عنده هذه المسؤولية وعنده هذا الاطلاع وعنده هذا هذه الرؤية إذا بدك للمشهد العسكري والتاني اسمه يعقوب رابين هو باحث استراتيجي أيضا بمركز ألمة عاملين مقال دراسة عن استهداف هذه القاعدة دلالته أبعاده خلفيته وخطورته هلا مش هورد رح لك العناوين أول شيء الصدمة التي أصابت كل الجهات العسكرية الإسرائيلية أنه كيف استطاع حزب الله أن يصل بهذه الصواريخ إلى هذه القاعدة التي هي على أعلى نقطة بالجرمق بفلسطين محتلل وكيف يمكن يعرف الصاروخ يعني الهدف يناسبه هذا الصاروخ حجم الصواريخ وعددها والإصابات والأضرار لألحقها بالقاعدة هذا إذا بدك شيء ماد تقني بسيط وعن يقول لبعدين عمقول إذا بضربة رد على اغتيال عملوا هك بكرة إذا كانت حرب مفتوحة كم من الصواريخ يمكن أن يطلب حجمة ونوعة إذا عم تحكي أنت بطب بركان صاروخ بركان معدل بيجيب عشر كيلو متر يعني يمكن أن يطال حزب الله أن يقصف هذه القاعدة بصواريخ بركان مثلا أو بصواريخ دقيقة تانية أو بفاتح مثل شفنا لضربه الإيراني من كميض هو عم بيقول نوع الأسلحة التي يمكن يستخدمها الحزب وعددها وكميتها ممكن يشل سلاح الجو الإسرائيلي وعن يروح بقدموا اقتراحات أنه يجب أنه إسرائيل أن لا تعتمد كثيرا على القواعد الثابتة لأنه اكتشفوا أنه إذا رحنا بحرب مفتوحة مع حزب الله مسألة مختلفة تماما نحن مش هبنحكي مع مقاومة فقط مقاومة عقائدية وروحانية لا هذه حد هي مقاومة منظمة وتعمل على طريقة الجيوش أيضا هي مزج بين عمل العصابات وعمل الجيوش إلى هذا الحد كانت هذه الضربة رادية على العدو الإسرائيلي إلى هذا الحد كانت هذه الضربة صادة من العدو الإسرائيلي ولهذا الحد حزب الله يتعمد بالرد أنه يوسل رسائل أنه هذا ما يحصل قدرنا نوصل لهون بهذه الصواريخ ونقدر نوصل بصواريخ أخرى وقدرنا نوصل لهون نقدر نوصل لمناطق أخرى فهذه الردود الحروب مننا لعبة فوتبول سجلوا غول سجل غول مش هك الحروب هي مسار بوصل إلى تحقيق أهداف الإسرائيلي استعمل كل شيء يقدر يعمل كل القتل يقدر يعمل وقال عندي هدفين أساسيين تحرير الأسرة أو القضاء على حماس تحرير الأسرة وين لم يحقق شيء من هذه الأهداف حزب الله شو عم بيقول أنا أسان بغزة وأردع العدو الإسرائيلي وأمنعه من أن يشن حرب واسعة على لبناء إلى اليوم حزب الله ناجح بتحقيق هذه الأهداف نتيجة الحكمة والعقلانية وأيضا المهارة بإستخدام بإدارة هذه المعلكة على الحدود الجنوبية أريد أن أتحكي بعد تصريح رئيس الحكومة الجمعياتي من سويس حوال هذا الموضوع لكن أريد أن أتطرق قبل عملية صارت من كم يوم على موقع رويسات العمل العلم الإسرائيلي اللي لم أحد أتبناها واللي اعترف من بعدها الإسرائيل بخمس أتلة خمس جرح خمس جرح عفوا شو هي هدى العملية ومين برأيك عملها مين تبناها مين ممكن يتبناها رأي مش إسرائي حتما هي العملية تركت علامات استفهام وطولها أكتر من تقرير لحد أنه البعض اعتبر أنه في ولادة لتنظيم جديد إذا بتشوف العملية أول شي من أنجح العملية عم نحكي عسكريا لأنه على موقع مثل موقع رويسات العلم بمزارع شبعة بمنطقة شديدة تتعقيد هالأد بتضاريس هالأد صعبة ومعقدة أيضا بلحظة الإسرائيلي متنبه نحن نحكي عن حرب حتى ولو كان التقص ماطر وعاصف وغائم هو اللي بدك إياه ولكن بهذه أصلا بهذه اللحظات بيكون العدو متحفز أكتر وعينه مفتوحة أكتر كل هذه الاعتبارات ما منعت مجموعة من الشباب أنهم يقطعوا الحدود ويصلوا ويشتبكوا بكلشن كوف يعني اللي عرضتوا إسرائيل معينة وصلوا على مسافة لمية ميتان متر وقدروا يطلقوا النار على العدو الإسرائيلي وهذا يعتبر بهذا المعنى من أنجح العمليات إذا بدك لنفذت على مدى الميت يوم وهي واحد اثنان الإعلان عن العملية والاسم العزم سموها كتائب العزم أو شيء من هذا القبيل كانوا يحاول يوحي أنهم قريبين من حماس ولكن حماس عندما كان تعمل عمليات كان تصدر بيان رسمي عن مكتبها الإعلامي وبشكل واضح ويطبهوا ويفتخروا حتى لو نعوشوا حداء فمش بهذه الطريقة أنا أحاول أقول أنه كتائب العزم يعني إذا بدك اختصار إذا ترجع بتعمل سيرش على السوشيل ميديا لعز الدين القسام يعني في شيء من من هون العز عفوك العز وعز الدين القسام هذه نقطة النقطة الثانية إجا لأحد القنوات إجاها اتصال من بقم مجهول وقال لهم أعطاهم هذا البيان لهو صدف أنه قتائب كتائب العز تبنت هذه العملية وإلى آخر كتائر عامل برجع بقول لك علامة استفهام هن مين الشهداء أسمعهم في ثلاث شهداء أسمعهم مين محرنا عاهم محدا نزل بيان بأسماء الشهداء المنطقة اللي انطلقوا منا ارتباطها بالجانب السوري مثلا كمين علامة استفهام هن فلسطينيين إذا فلسطينيين من المخيمات لبنان ما حرم ما بيتخبوا بالآخر هؤلاء لهم بيوت ولهم أهل ولهم أقارب ولهم أصحاب فبالتالي لو كانوا لبنانيين من المخيمات لازم يبينوا لو كانوا لبنانيين مثل مثلا الجماعة الإسلامية أو غيرها من الفصائل اللي عمت عمليات كمين بيبينوا صحيح فلليوم فيه علامة استفهام على هذا الفصيل على هذه العملية وفيه احتمال يكون مثلا ما بيعرف مثلا برجع بيلك التماس بين شبعة وسوريا وهي المنطقة والتداخل حتى وكل اللي صار بعد 2015 بيخلي يرسم علامة استفهام ويخلي الجيش عم بيحقق بكل الأحوال وكل الأجهزة الثانية هيك عملية بهك توقيت مش المفروض تكون منسقة مع حزب الله يفترض حزب الله بالآخر هو مدير لهذه الجبهة مش مفروض أي عمل أمني أو عمل عسكري إلا يكون بتنصيق مع الحزب أو بإشراف الحزب يعني حسب الفصيل أو التنظيم اللي عم بيعمل بهذه المطرح ولكن ما بيمنوع أن يكون فيه خرق ما بيمنوع أن يكون فيه خرق بمكان ما تعليمي بمكان ما استهداف يعني سياسي بمكان آخر خلينا ننطر بالآخر هذه التحقيقات وما نعط شوية استنتاجات خلينا نرجع للموقف رئيس الحكومة جيب ميئاتا من سويسرا اللي قال إنه حزب الله عقليني له هلأ وعم يتصرف وفق ما يتصرف الإسرائيلي يعني برأيك هذا الشيء مش ممكن يعطى ذريع على العدو بالقول إن حكومتكم وقفوا إلى جانب حزب الله فتفضلوا لبنانيين حكومتكم عم توردكم هلأ ما في عاقل إلا بيقول لي قاله رئيس ميئاتي ويشكر على هذا الموقف إيه حزب الله في عاقل ما بيعرف إنه حزب الله يتصرف بعقلانية وبحكمة ما شفنا بعد الخطاب الأول قبل الخطاب الأول شو كان الكلام وبعد الخطاب الأول الصديق والعدو شهد اللي صير حسن بالحكمة والعقلانية إلا بعد الموتورين بلبنان اللي مش عجبون العجب هلأ والمختصين الإسرائيليين وشوف بعض التافهين بلبنان للأسف يعني بعض السخفة بيحكوا بيك بتسخيف وصار فيه استسهال يعني في ناس مستسهلة فكرة أنك تقتل كلبناني وبيشمطوا فيك وبعد أن افترضنا بدي افترض بين أوسان إنه الإسرائيلي استطاع أن يغتال أحد الكوادر أو القيادات الكبيرة بالمقاومة بيطلع لبناني بيشمط يعني إذا حكيت يقول عم تخونك شو اسمه نقول يعني إذا هذه ليست خيانة هي سفالة إذا مش خيانة بالمعنى من العملاء بمعنى مش عم بقدموا خدمات للعدو الإسرائيلي مباشرة بمعلومات ووائل آخر بأعتقد أكثر مش هيك بس هذه توصل لحد إنه لبناني يشمط بشهيد لبناني مقتول على يد إسرائيلي يعني شو التوصيف الأنسب خلي المشاهدين يوصفوا اللي قالوا الرئيس مئاتي هو كلام موزون وكلام حكيم وكلام وطني يشكر عليه وهذا الكلام هو توصيف حقيقي للواقع الذي يقول الرئيس مئاتي قرار الحرب بيد إسرائيل وقرار السلم بيد لبنان بالنسبة للإسرائيل لأنه الحكومة الحكومة اللبنانية متبنية المقاومة كل الحكومات من 2002 عفل من 2005 على الأقل لليوم أو من 2000 بعد 2000 جيش وشعب ومقاومة وتحرير الأراضي والدفاع عن اللبنان بكل الوسائل المتاحة فليس جديدا هذا اللي بيقولوا بعض اللبنانيين شو بدأ بيقولوا بعض اللبنانيين عن قرار السلم والحرب والمقاومة من عطاهن الحق لعطاهن الحق للحكومة ولكن هن بالنهاية بيش بتلعب تلزكتار بيقولك من طلب منك الحكومة طلبت منه الحكومة اللبنانية ببيانها الوزاري لموقع عليه ومصوت عليه بمجلس النواب لممثل إذا بالحكومة فيها أحزاب مش ممثلة بمجلس النواب كل الأحزاب مفروض الفاعلة ممثلة كل هؤلاء بيحكوا بالبيان الوزاري عن حق لبنان بالدفاع عن أرضه بكل الوسائل المتاحة وبيحكوا عن جيش معارضين لهذه الفكرة تصريح لرئيس حزب القوات اللبنانية سامير جعجا من شيومان ثلاثة لصحيفة عربية يقول أن ما يقوم بها حزب الله غير مدوزن لماذا برأيك تصرف غير مدوزن برأي بلا رأي وبلا من علاق يعني هذا الأمريكي اللي جاي وبدأ كما تحط هوكشتين طلب لقاء حزب الله وحزب الله رفض هذا اللي مش مدوزن الأمريكي عم تطلب لقاء من حزب الله وحزب الله عم بيروت حزب الله عم بيقول وهي كلام مثل ما بالألفل وستة من يفاوض ومن يقرر ومن يلتقي ومن ينقل رأي المقاومة بشكل نهائي هو الرئيس نبي برر فمن يريد أن يفاوض أو أن يطلع على غأي المقاومة الرئيس نبي برر هو المخول بإعطاءها هذا الرئيس فهذه المسألة الكلاء الإدارة إدارة هذه المعركة أكثر من مدوزنة إدارة هذه المعركة حكيمة إدارة الحكمة الحقيقية بإدارة معركة في لبنان يتحمل حزب الله وأهل الجنوب بصدورهم وبدماء شبابهم كل هذه الأكلاف حتى لا نذهب لا ننزلك إلى حرب مفتوحة بتحمل حضرته وساعتها جزء كبير من أكلفها لأن الإسرائيلي مثل ما عمل هو عم بور قال أنت ألبردو يعمل ببيروت مثل ما عمل بغزة نتنياهو قال شوفوا شو عم نعمل بغزة واخدوا درسوا عبر بيتحملوا قلت سابقا برجعبو بتحملوا هن هؤلاء لرافعين بشاءوا أو أبو حسوا أو لم يحسوا شعروا أو لم يشعروا أرادوا أو لم يريدوا كل كلامهم يصب بخدمة العدو الإسرائيلي على سيرة الرئيس بره من كام يوم أعلن عن أنه قبضوا على عميل بمحيط عين التيني الإسرائيلي مهدد الرئيس بره بشكل مباشر الموضوع بعد قائد التحقيق نعم أقولك القبض على شخصين حرس المجلس الجهاز الأمن المخول بحماية عين التيني اشتبه في شخصين حركاتهم غير طبيعية وقفهم اكتشف معن أجهزة أيضا غير طبيعية يعني حجم التطور بهذه الأجهزة التي موجودة معهم كثير كبير من أنه هل قد مقلوف بلبنان فسلموهم للأجهزة المختصة بالتحقيق معهم ثبت أنهم يعملون قالوا أنهم يعملون لشركة تعمل لجوغل تشيلوا علاقة المسوحات مثل جوغل مابس وغيرة وآخرين المعلومات فرع المعلومات والأجهزة المختصة هذه الشركة التي تتحدثوا عنها طلعت شركة مرتبطة بالإسرائيل يعني الشركة العلاقة بالمساعد الإسرائيل هن الدعوة لن يعرف أنهم أعتقد أن شركة لها علاقة بجوغل هذا من شيء أسبوع الحقيقة لم أردت أكتر من هذا هل الرئيس برري مهدد هو الرئيس برري من ثمانينات مهدد يعني الرئيس برري ما ننسى قبل أن يكون رئيس مجلس النواب رئيس حركة أمل مؤسسة لهذه المقاومة هذه الحركة في سبع تلاف شهيد هذه الحركة موجودة قدمت شهيد قائد بهذه المعركة وموجودة في الميدان وأيضا تقصف مركزها من كم يوم بقصف مركز لكشفة الرسالة الإسلامية نتيجة أيضا واقع ميداني ما بكرا يبين أكثر بعد نهاية هذه الحرب فبطبيعة الحال الدور الذي يقوم به الرئيس نبي برري الدور السياسي غير دور حركة أمل كمقاومة الدور السياسي لا يقل أهمية عن الدور العسكري بالآخر أي مقاومة أي حرب شو عمول الإسرائيليين هلأ عم بيطالبوا الحكومة الإسرائيلية أنه لابد من نبحث باليوم التالي حتى لا تذهب تعبيراتهم حتى لا تذهب سودان إنجازات الجيش هنما يعتبرون أنهم إنجاز المجيش الإسرائيل يقدر يدخل على غزة فإذا ما كان فيه حل سياسي أو ما كان فيه استثمار سياسي هذه الإنجازات بتروح فأي معركة أي حرب لابد من قائد سياسي حكيم ومحنك يقدر يستثمر هذه الإنجازات وهذا ما يفعله الرئيس برري بحنكة عالية بحكمة عالية بشهالة الخصم والصديق والعدو أريد أن نذهب لك على إيران خصوص الاستهدافات التي تحدث في الفترة الأخيرة الاستهداف التي تحدث عن مقارات الإرهابية في العراق وبعدها استدعاء للقائم بالأعمال الإيرانية في بغداد هل هذا الشيء يمكن أن يخلق أزمة دبلوماسية بين العراق وإيران؟ برأيي العلاقة بين إيران والعراق أعمق من هك وبصير في تفاهم بالأخر الاستدعاء والتوضيح والتفسير هذا مطلوب ومنوش إذا بدك خارج المألوف العراقي ما في عمل غير هكي يمكن بالأخر في حكومة عراقية وفي مؤسسات وفي احترام وإلى آخره ولكن ما بتتعدى هذه الأمور برش سميها شكلية نوع من الاعتراض أنه كان يجوز التنصيق مسبقاً وما إلى ذلك ولكن برجع بأكد أنه هذا لن يضر بالعلاقة الاستراتيجية بين العراق وبين إيران بالأخر كمان أنه يكون في مركز تجسس للمساعد هل أدى على لني وهل أدى واضح وهذا الحضور الإسرائيلي على حدود إيران من الخاسرة العراقية أيضاً الحكومة العراقية بلا تلاقي حل يعني بالأخر صح في حكومة اتحادية بأربيل صح في شبه فدرالية هناك أو يعني نظام شبه فدرالي ولكن في خطوط عامة في مسائل العلاقة بعروبتنا بإسلامنا بديننا بتوجهنا بهذه المنطقة ما بيجوز تتحدد إيران من الحدود العراقية تبوض ضربة على فاكستان برح بنفس الإطار بالآخر كمان تحت أي حجة الجمهورية الإسلامية الإيرانية بهذه الضربة وجهت رسائل إلى الجميع بثلاث اتجاهات على الأقل بس الاتجاه الأساسي هو الولايات المتحدة الأمريكية أنه هذا التزاكل الأمريكي مثل ما بيصير من أربيل باتجاه إيران مثل ما بيصير من باكستان باتجاه إيران مثل ما بيصير من سوريا أيضا هذا اللي تدربوا بإدلب وراحوا عملوا هذا التفجير بكرمان بالآخر إيران مبارح عارت للكل وأصلا هذه المدايات اللي استخدمتها إيران ونوع الصواريخ وحجمة ودقة الإصابة وحجمة تدمير ما هذا ما فيه ناس عم تقرأ وعم تشوف وعم تتابع وعم تعرف هذه الرسائل لمن واصل ونوان موجه هذه الرسائل تفهمها أمريكا جيدا هذا استسهال الدم الإيراني واستسهال دم هذه الشعوب بتصور فيه مرحلة جديدة فطحت في هذه المنطقة وخلينا كلنا نرائب تطور الأحداث وتسارعها الأمريكي طورت في اليمن هو البريطاني وسيدفع الثمن هل يعقل حدا مصدق أن واحدة من أفقر دول العالم اسمها اليمن عم تحط راسها برأس أكبر وأقوى دولة بالعالم هي أمريكا نعم هذا اليمن بإيمانه بعقيدته باستناده إلى هذا الحق الذي يدافع عنه وهذه المظلومية الشعب الفلسطيني اللي هو عم بيحملها وعم بيحملها بدم أيضا وبجهد أهله وهذا الالتفاف وهذا الالتفات وهذا إذا بدك الصورة الناصعة اللي قدمها اليمنيون أمام العالم كله عوضوا كل الخذلان العربي وصاروا هن بوصلت كل الأحرار في هذا العالم أمريكا شو بتقدر تعمل ما هي عم تقول بنجعل الأهداف برا تحمي الملاحة بالبحر الأحمر أمام العربي هن تقول أنه اليمن عم بيستهدف كل السفن مش بس السفن متواجهة على إسرائيل هذا نفاقه كذب اليمني ولا استهدف ولا سفينة إلا التي لريحها على إيلات أو لها إسرائيلية وين ما كانت رائحة هل يستطيع الأمريكي اليوم أن يبقي البحر الأحمر باب المندب مفتوحا خلينا نشوف مبارح اليمني الجرأة اليمنية طالت سفينة أمريكية وأصابتها وأحرقتها خلينا بالأهداف هل تستطيع أمريكا وبريطانيا أن تؤمن الملاحة إلى إسرائيل خلينا نشوف فاللي بدي يقوله المنطقة لم تعد أمريكا هي القادر على التحكم بهذا العالم كله عليها أن ترى الأمور بميزان الواقعية وأيضا أن تلجم حدا بيصدق أن أمريكا مش قادرة تلجم إسرائيل مش قادرة تمنع إسرائيل من هذه الحروب والإبادات والمجازر عليها أن تدفع الثمن إذا هي مغطية هذا الكيان وهي هيك عليها أن تدفع هذا الثمن طب ولكن بالنسبة لليمن يعني اليمن معقول يفتح أبويب حرب جديدة على حاله هل هو قادر على فتح ما يقوله أنا الغريق فما خوفي من البللي سبع سنوات من الحرب لشو بتفرق هذه الغرارات اللي بدي عملوها عن الغرارات اللي كان بسلاح مين كانت مش أفخمسطعش 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 اللي تتغير هو الرامي ما هو السلاح نفسه هون الميزان هون الفيصل بين أن تكون مع الحق أو لا تكون بين أن تكون صادق بالمبادئ التي ترفعها أو لا تكون بين أنه عن جد تناصر المظلوم أو لا تناصر المظلوم البعض صار يتنمر على هذه الشعارات ويعتبرها لغة خشبية شو مظلوم وظالم ونصرت وشرف وكرامة وما إلى ذلك اليمن عم بيعيد إنتاج هذه المفاهيم الجديد عم بيرجع بعيد تعريفة هاك بيكون عنده شرف هاك بيكون عنده كرامة الإنسان هاك بيكون أمة عنده كرامة اليمن بيرجع بإليك غسل عار كل العرب وكل المسلمين شو بده يعمل بيتحمل حرب مش ان شو تركونوا مجالنا اليمن إلا أنه يعيش حالات الحرب هذا مش كنا عم نتابع بالسبع سنوات الحرب حجم المجاعة اللي كان باليمن لش فيش يستهرف باليمن وبالآخر الذي عانى ما عاناها اليمن يفهم معاناة غزة من هذا الباب أعتقد اليمنيون كلهم اليوم عم نشوف ضباط كانوا ضد الحوثيين ضد أنصار الله عم نضموا لأنصار الله وعم نشوف شعوب عربية اليوم ما عنده شي على السوشيال ميديا إلا تمجد بأنصار الله وبالأخوة اليمنيين على هذه المواقف فليعاش هذه المعاناة معاناة الحصار والجوع والقتل والمجازر والدمار هو أكثر من يشعر بالمجازر اللي عم تسير بغزة وبالتالي طبيعتهم راحة وشرفهم وكرامتهم ونخوتهم خلتهم يخذوا هالموقف مهما كانت أثمانهم ختاما بالسعودية مبارح وزير الخارجية السعودية قال أن المملكة قد تعترف بإسرائيل إذا تم حل القضية الفلسطينية طيب شو الحل هذه القضية كل اللي بيحكوه بالسعودية له علاقة بالمبادرة العربية اللي طرحوها بـ 2002 ببيروت هي حل الدولتين معاول تطبق أنا أقول لا الإسرائيلي مش حيات الحل دولتين الإسرائيلي هذا المتعنت والمتعجرف يجيو هلأ يفكك مستعمرات من الضفة يجيو يعطي لغزة والضفة يعملون على الأقل إداريا موصلين ولكن هذا الموقف إن شاء الله يضلوا على هذا الموقف إن شاء الله العرب يرجعوا يعيدوا النظر وكلهم يرجعوا يقطعوا العلاقات المجديدة يقولوا بنعمل علاقات إذا بدوا نعملوا علاقات يعني زي أني قرأي دعا من علاقات بس على الأقل يفضوا موقف جمدوا العلاقات إلى أن تحلل قضية الفلسطينية إلى أن يأخذ الفلسطينيون بعضا من حقوقهم إلى أن يقتنع الفلسطينيون أو يقبل الفلسطينيون بحل ما يضمن لهم كرامة إنسانية وحياة آدمية عادية هذا الموقف جيد جيد إنه وإن شاء الله يبقى هاك وممكننا نتمنى حتى هذه استطلاعات للرأي معهد واشنطن لشؤون الشرق الأدنى ولازم يتضوى عليها كمان حكيت قبل شوي عن سامير جعجع وكلامه 53% من المسيحيين من الشارع المسيحي يؤيد حماس شفتون لهذه الدراسات معظم الشعب اللبناني يؤيد حزب الله ويعتبر أن هذه المعركة هي معركة محقة أكثر المسيحيين هلنسية الأرقام موجودة الدراسة ومنشورة وكانت صادمة المعهد أكثر المسيحيين وأنا أقول لك لأن أصوات القيادات المسيحية لا تعبن عن حقيقة الشارع المسيحي لأن أنا لا أصدق أن هذا المسيحي سيد المسيح هو رمز للتضحية والمعاناة وهو فلسطين مولد هي مكان ولانة سيد المسيح أن يكون هناك بعض شوي متعاطف مع الإسرائيل ضد الفلسطين حقيقة الأمر ليس هذا وهذا بدراسة موجودة واستمرت على مدى شهر استطلاع لغائي استمر على مدى شهر وعم ركز وأنا أقول على الشارع المسيحي لأنه في موقف مشرف أخده ولي الجملة في موقف مشرف أخده نجيم ميئاتي وللأسف جبران باسيل بدوا السلام مع إسرائيل بهذا الحرب وسامير جعجع عم بنقر على المقاومة بيها تنسحب من جنوب الليطاني والحرب قائمة وسامي جميل قلبه علينا نحن الجمهور يعني الشيعة لا ظهرين لبرة ولا بيعرف ولا الأكل ولا الشرب ولا السفر وعايشين بالخصة نحنا بالقرون مش عارف بأي عصور وهلأ قلبه علينا هو كرمالنا يعني حوضة ثلاثة بمثله بيدعو تمثيل هذه الشارع المسيحي المسيحي وأنا أنا على يقين أنه كلنا عنا أصدقاء وكلنا أبناء بيئة واحدة مش صح هذا الكلام الشرع المسيحي مش هك المزاج المسيحي مش هك لا يمكن للمسيحي أن يكون اللبناني أن يكون مع قاتل لهو سبقك تاريخيا قتل السيد المسيح أو هلأ على الأقل قاتل للأطفال وضارب المعمديني مش كنيسة مسيحة المعمديني فيهانة للمسيحيين عم تصير يمكن أن يضفوا بالقدس ولا لا هذي الذين يبسكون على المسيحيين قال هذا جزء من عادتهم بدي يكون المسيحي معهم ضد ابن جلته ابن بلده ابن أرضه ابن ثقافته ابن بيئته ابن لغته لكن عربيا سلنا نشوف إذا بدك السلام صار مع إسرائيل شي عادي عربيا حتى دوليا مش ممكن هذا الشي يكون له تأثير على الدول اللي بعدها مطبع مع إسرائيل أو عم سلم كل دولة مسئولة عن نفسها مسئولة عن خييراتها مسئولة عن ليش إسرائيل بعد سبعة تشرين هي إسرائيل اللي على أساس عملو مع을 ماله ما إسرائيل اللي قبل سبعة تشرين هي إسرائيل القوية اللي قادر تأمين حماية لهذه الدول تحميها من إيران وإسرائيل هي الدولة اللي عندها تقنيات وتكنولوجيا وعندها جيش لا يقهر اجي بسبعة تشرين ثلة من المقاومين اصحاب الارض بيّنوا انها دولة فاشلة تكنولوجيا مقلت تحميل السياج عسكريا اهينت ركعت ركعت على قدميها بسبعة تشرين وبيّن انه هذا المجتمع او هذا الشعب او هذا التركيبة كلها هشة وفعلا هيني عم بيقولوا اوهى من بيت العنكبول بيتهم بسبعة تشرين او بسبعة تشرين فهذه الدول اللي هي كانت مصدقة يمكن هذه السردية مصدقة هذه الشعارات مصدقة هذه الكذبة اللي حاورت تسويقها بعد سبعة تشرين بيّن يكملوا بهذا المسار خليهم يكملوا ويتحملوا هني امام شعوبهم هذه المسؤوليات انت عم تحط ايدك بايد حكومة عم تتحاكم امام اعلى محكمة محكمة عدل دولية بالعالم انها مجرمة بحرب عملت ابادة جماعية قتلت اطفال ونساء بدون سبب قتلت معالم الحياة انت عم تفتح لقلبك وإيدك وتسلم عليها وتعمل سلام معها خليهم يتحملوا يتحملوا هذه المسؤولية امام شعوبهم وامام التاريخ ونصيحة ده لنصيحة شو النصيحة لهوض اللبنانيين كيف انت إلك عين كيف طلع منك انه تقول انا بدي اعمل سلام مع اسرائيل بناء على شو بيجي بيقولك بيدعي بالمبادرة العربية طيب من اللي عاموا المبادرة العربية تركوها من راحوا على التطبيع بدون المبادرة والمبادرة بتقول الارض مقابل السلام اعطيتهم ارضن الفلسطينية حقوقهم وهلأ بدك تعمل ولا هيوا عم تتباحوا الاسرائيل مردين وعم تاخد ارضن الجديد وعم تهددهم بالتهجير وعم تشتغل على تهجيرهم بدك تقبعهم من غزة بتقول بدي اعمل مع اسلام كيف يعني اي منطق يعني هذا بيخدم مين انت كيف إلك عين تقول هيك للكل جبران باسيل وغيره كل اللي عم يحكوا بهذا هذا وقته هذا وقت جي تقول انا لو عندك لو في بيد لبنان دولي باوكرانيا اول مبرشة الحرب العملية العسكرية الروسية باوكرانيا كان في برنامش على الهول طلع واحد من الاوكرانيين كأنه عم ببرر لروسيا قاموا ضربوه دعوسوه بالاستوديو واخدوه على المحاكمة بلبنان عم بيطلع حدا بيشمك بشهداء بيتمسخر على المقاومة بحاول يثبت من عزيمة الجنوبيين وايضا ماشي نغمة اذا بدك ثقافتنا وثقافتكم وحياتنا وحياتكم من حب الحياة وهلأ يشددوها من جديد وكل كلامهم ما بتشوفهم اللبينة لأخبار الاسرائيلية بيحتفلوا اذا في الاسرائيلي نقلوا شي خبر عن شي عمل عمله هاودي لو في دولة بيتحاكموا هاو بينحبسوا وفق الدستور اللبناني مش وفق شي تاني مش وفق حزب الله ولا حركة أمل ولا حزب القومي ولا حزب البعض ولا حدا وفق الدستور اللبناني تعتبق الدستور اللبناني هاودي لازم ينحبسوا ان كانوا مواطنين وان كانوا قياديين اشتركوا في القناة